وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الغنية أكرا للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي غدا نيابة عن الرئيس سيسي ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة غدا ضمن فعاليات الدورة السادسة للاجتماع الذي يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية كما من المقرر أن يعقد على هامش الزيارة عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين في سبيل مناقشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الأفريقية تأتي تلك المشاركة في ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد